توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية هذا وتمكنت من ضبط 429 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 49 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستراتيجية على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 19 طن ونصف الطن كما تم ضبط أكثر من 28 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية للسلع الغذائية وقد جرى ضبط نحو 607 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 103 قضية خبز ناقص الوزن و84 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط محالفات التلاعب بمنظومة توريدي وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط قضية واحدة بمضبطات بلغت نحو 7 أطنان أقمح محلية